من خطاب مسجد اليوم قالها وبالحرف العريض وأمام الملأ وأمام مساء الإعلام أن الإيرانيين أبلغوا القيادات الكردستانية بأن هناك قواعد إسرائيلية تهدد الأمن القوم الأمريكي وعليكم أن تتخذوا شيئا وبالتالي أنتم لم تفعلوا شيء ما حقيقة هذا التصريح؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح أبدا لا يوجد أي قاعدة إسرائيلية في أربيل وهذا الكلام فقط هم أظهروه لأن كان فعلا هناك ردود فعل كبيرة في الداحل العراقي من زعماء وكتل سياسية وحتى الشعب العراقي كله من إقليم كردستان وإلى بقية المحافظات لم يقبلوا بهذا الاعتداء السافر الإرهابي اللي حصل على أربيل بضربها بأكثر من اطنع الصاروخ باليستي خرجت من الأراضي الإيرانية باتجاه كردستان وإذا كان هذا الكلام صحيح كان الأولى أن تبلغ الحكومة الإيرانية القيادة في الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد وتبلغها بأنها تشك بوجود هكذا قواعد في إقليم كردستان على اعتبار أن أقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية وبالتالي هناك طرق دبلوماسية وسياسية ممكن بأي بلدين ذات سيادة أن يتحدثوا به ولكن عندما تنظر إيران إلى العراق أنه بلد بلا سيادة فبالتأكيد ستقوم بهذه الأفعال الغير مشروعة لا دوليا ولا قانونيا ولا دستوريا الدليل على الكلام اللي إذا أسبحتي لي أنا اليوم قررت أنه أنا أخذ حضرتك لوحدك ماكو ضيوف آخرين لأن لدينا الكثير من الاستفهامات أن نتحدث بها سؤالي كان واضح هل ما قاله مسجدي أنه هناك قيادات إيرانية التقت بالسيد مسرور البرزاني التقت بالسيد مسعود البرزاني التقت بقيادات أمنية وهناك محاضر اجتماعات بين الطرفين تقول إيران أبلغت القيادات الكردستانية بوجود إسرائيليين يشكلون تهديدا هذا الذي أريد أن أثبته لا يوجد هكذا كلام نهائيا ولم تبلغ القيادة أو الحرس الثوري الإيراني الجانب الكردي بأن هناك قواعد إسرائيلية في كردستان وعليهم التخلص منها أو أنهم سيضربوها هذا الكلام غير صحيح ولم يحصل نهائيا والدليل على ذلك عندما حصلت الضربات الصاروخية على أربيل قبل يومين السيد مسعود بارزاني أصدر بيان باتفاق بعد إعصال السيد الصدر وقال له فليكون هناك لجنة تحقيقية وتأتي من أي طرف تختارونه وتأتي لتحقق بهذا الأمر إذا كان هناك فعلا قواعد إسرائيلية موجودة في أربيل وأيضا الحكومة الإقليم دعت إلى أن تكون هناك لجنة تحقيقية دولية ويشترك بها أيضا الجانب الإيراني ودول محايدة وتأتي طبعا بالإضافة إلى حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ويأتون إلى المواقع التي تم قصفها من قبل إيران ولينظروا إذا كان هناك قواعد إسرائيلية أو لا عندما تتحدث القيادات الكردية بهذا الشكل بمعنى أننا متأكدون جدا أنه لا وجود لهذه القواعد وهذه حجة جواهية ومزاعم من قبل الجانب الإيراني جعلتها تقصف هذه المناطق بدون أي سبب الجهة التي تبنت القصف على أربيل إذا كان لديهم وثائق تثبت أن هذه القواعد موجودة فليظهروا هل ألن هل هم خائفين من طرف أو من أحد فليظهروا القواعد فليظهروا أسماء الأشخاص الموجودين في هذه القواعد إذا كانت معلوماتهم صحيحة فليظهروا أي شيء للإعلام للألن يقولون نعم على هذا الأساس نحن قمنا بالقصف ولكن أن يتم قصف هذه المناطق ومناطق مدنية ومأهولة بالسكان بهذه الحجة الواهية هذا غير معقول يعني منذ يومين لحد الآن لا يوجد لديهم إلا تبرير لما قاموا بفعله ولم يظهروا أي شيء يثبت أنه فعلا كان هناك قواعد موجودة كما يدعون اللي تم قصفه عبارة عن بيوت ومنازل لناس وكانت قريبة من القنصلية الأمريكية ربما هم كانوا يريدون أن يرسلوا رسائل إلى الأمريكان أنه نعرف الآن مكان القنصلية الأمريكية الجديدة في أربيل لأنهم دائما كانوا في المرات السابقة يقومون بقصف مناطق محيطة من القنصلية الأمريكية في أربيل في موقعها القديم ولكن الآن الموقع القصف تغير وأصبح قريب من القنصلية الجديدة نحن لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون العراق ساحة للتصفية الحسابات بين إيران وأمريكا إذا كانوا يريدون أن يصف حساباتهم فهناك طرق أخرى لتصفيتها لا نقبل أن تكون الأراضي العراقية والشعب العراقي سواء كردي أو عربي أو أي قومية أخرى أو أي ديانة أخرى أن يكون مستهدفا من قبل جهة لتصفية حسابها مع جهات أخرى وهم الأثنين غريبين عن هذه البلد ترجمة نانسي قنقر